بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكل الأحبة ومستمعي ومستمعات راديوغد متابعين عبر الفيسبوك اليوم نحن في مديرية توزيع كهرباء نينو ومديرية الطاقة حيث سنتحدث مع الأستاذ المهندس وليد خالي الشندالة حول موضوع مهم ألا وهو احتساب تعريفة الكهرباء وهل هناك فرق بين شركة كار والكهرباء الوطنية خارج شركة كار السلام عليكم عليكم السلام أهلا بصراحة كلام كثير حول أن هناك فروقات في التسعيرة بين شركة كار والكهرباء الوطنية أي إن قل المخدومة وغير المخدومة يعني حدثني عن هذا الموضوع أهلا وسهلا براديوغد الحقيقة تسعيرة الكهرباء هي تسعيرة سيادية صادرة من مجلس الوزراء بموجب القرار 39 لسنة 2018 الذي وحد تسعيرة الكهرباء لكافة مناطق العراق بضمنها شركات الخدمة والجباية العاملة في كل أنحاء العراق فما يوجد أي فرق بين تسعيرة الكهرباء التي تصدر في قوائم كار مع تسعيرة الكهرباء التي تصدر في قوائم المديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال البعض يقول أن شركة كار كانت فترة شهريا كل 30 يوم وقبل أيام اتجاوزت أصبحت 42 يوم ولهذا كانت القوائم أكثر من 200-300 وصل إلى 400 ألف والله السبب هو كان شأن إداري صار تأخير في إصدار القوائم بين الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال وبين شركة كار على تجديد فترة العقد لأن العقد كان ينتهي يوم 15-10-2024 فكان يكون مباحثات فلهذا تأخرت المدة أصبحت 42 يوم بدلا من 30 يوم بالنسبة للتسعيرة يعني خلين نبدأ مثلا الوحدة من 1 إلى 1500 كيف تحتسب حتى المواطن يكون على بينا وهذا التصاعد كل ما يصعد فعلا تمام يعني يأثر على التسعيرة نعم بالنسبة للتسعيرة الكهرباء بالنسبة للصنف المنزلي يبدأ من 1 إلى 1500 وحدة هذا بعجدنانير من 1500 وحدة إلى 3000 وحدة هذا ب35 دينار من 6000 وحدة إلى 4000 وحدة ب80 دينار وما تبقى 120 دينار يعني خلال 30 يوم خلال 30 يوم أما خلال 42 يوم أش غير حسيق عندنا؟ بالسعر الأول غير حسيق 2100 وحدة في عجدنانير 2100 وحدة في 35 و 1400 وحدة في 80 دينار فلا يوجد أي تغيير وأي تغيير في التسعيرة يؤثر على المدة أيضا البعض يقول أنه المناطق اللي خارج كار مرات تجينا كل 60 يوم وهذا يعني مما يكون التسعير أقل عن 30 يوم هو يعني هذا توجيه وزاري بالقوائم تصدر عندنا كل 60 يوم وشركات الخدمة هذا حسب العقد تصدر كل 30 يوم وبالمناسبة هاي فرصة أنه أبلغ المواطنين أنه إن شاء الله رح يصبح الإصدار لبقية مناطق العراق سيكون الإصدار شهري وليس كل شهرين وهذا ما له تأثير بسيط جدا على المبالغ المتحققة على المشترك يعني ما له تأثير يعني هاي الفترة اللي شركة كار كانت المبالغ مثل ما قلنا أكثر من 300-400 ألف هل كان عدد الساعات التجهيز أكثر مما خارج كار؟ أكيد خلال هاي الفترة اللي 42 يوم لو نرجع إلى معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية معدلات وصلت إلى 20 ساعة باليوم وفي بعض المناطق يعني ما لا يقل عن 18 إلى 17 ساعة يوميا تعف هاي الفترة يعني كانت فترة شتاء فالناس لما عندها تجهيز طاقة كهربائية كانت تشغل سبالة تشغل صبات على الكهرب الحمامات أكيد مشتغلة فلهذا المواطن حسب أن مبالغ القوائم كانت عالية السبب هو استهلاك المواطن وليس للمدة أي علاقة بتحقيق المبلغ السبب هو استهلاك يعني يكون مواطنين يستهلك 7000 وحدة بالشهر يكون مواطنين 5000 وحدة تعف هذه الخمسة الاف وحدة وال7000 وحدة هاي غيرت عبر على الكهرباء التصاعدي يعني أنت عندك 2100 وحدة بعج دنانير يصير حقها 21000 بينما 2100 وحدة بال35 دينار يصير حقها 74000 دينار وال1400 وحدة اللي راح تجي بعدها راح تصير حقها حوالي 112000 دينار فالسبب هو استهلاك المواطن العالي أما البقية اللي استهلاكه معادي طبيعي كانت مبالغهم كلش عادي بالنسبة للمناطق اللي يعني خارج كار مثلما سميخين قلائي الأحياء اللي سومر دوميز الجانب الأيمن الجديدة هل ظهرت قوائم أيضا بهذا الأرقام العالية؟ أكيد استاذ أبو أكيد يعني أسانة يمكن عندي قوائم هوني راح أغشعك يعني هذا عندنا بيت بالسكك محلات السكك هوني بالساحة للأيمن هذا متحقق علينا مبلغ 270 1890 دينار كم يوم؟ للفترة لخلال 60 يوم عندنا منطقة أخرى يمكن هذه موصلة جديدة نفس الفترة 60 يوم 253 ألف دينار أو 80 دينار يعني هذا يعتمد المبلغ المتحقق على المشترك يعتمد مئة بالمئة على استهلاكه أشقد يكون استهلاكه يعني جوه الخمسين واحدة باليوم محافظ على سعر العجدانير ما يصرفه يضرف فيه عجدانير أما ما زاد عن هذا الحد أكيد راح يصير التصاعد خلال نتكلم عن المولدات والكهرباء في بعض الأحيان عندما تظهر تسعير المولدات يرجعون على الكهرباء السيطرة كم ساعات التجهيز خلال نتكلم مثلا في يوم من الأيام طلع علينا سعر الأمبير 14 ألف قالوا لأن ساعات تجهيز الكهرباء أقل خلال ناخذ معدل حسابي الشهر 700 ساعة فكيف يتم حساب هذه الساعة؟ يعني إذا أبو المولدة مثلا كنصرب 250 ساعة فالبقية 500 ساعة تقريبا بحدود 500 ساعة معنات هذا التجهيز الوطني في هذه الحالة يعني نتلاحظ 500 ساعة يعني ما قليلة بالنسبة للتجهيز في فصل الشتاء 500 ساعة بالشهر ليست بالقليلة فأكيد هذه 500 ساعة راح يتحقق عليها مبلغ اللي مصرفه أعلى من الـ 50 واحدة باليوم راح يعبو على السعر الثاني ويعبو على السعر الثالث أيضا البعض يقول أنه يعني بصراحة أنتم كمبيعات الطاقة للكهرباء ما مثل شركة كار شركة كار أنه شهريا يأخذون من عندنا وإذا تأخرنا يقطعون عن الكهرباء وبعديا لما نرجعها بـ 50 ألف فأنتم ككهرباء وطنية أدكم نوع من التراخي ولهذا البعض يطالب بعودة الكهرباء الوطنية بدل كار والله نحن يعني ما مقصرين بهذا الجانب نحن متابعين يعني أنا يوميا يجيني يمكن مئة استمارة فحص المواطن المتجاوز وأن نعمله تقدير صرفيات على فترة التجاوز مالته ونحن عندنا حملة كبرى إن شاء الله خلال الأسبوع القادم على كل مقاييس مدينة الموصل لتدقيقها وتدقيق التجاوز والتلاعب اللي بالمقاييس أيضا أدنا اليوم جمعيات أدنا مناطق بدون مقاييس لا هي ألكترونية ولا هي أتيادية وبعدين تخرجون وتأملون عملية تقدير هل تعتقد هذا صحيح؟ ومتى سنوفر هذه المقاييس؟ نحن لا يمكن نعمل تقدير لأي مشترك إذا ما اشترك عندنا يعني أي مستهلك كهرباء إذا ما نفتح له حساب نحن ويسا ما نودي الفلوس ما ممكن إلا نفتح له حساب عندنا اشتراك وحساب حتى نحقق له مبلغ ونعطيه القائمة فما ممكن نودي له قائمة بدون حساب يعني الآن عدنا كثير من أراضي الجمعيات عنده كهرباء سحب كهرباء أنتم كوطنيات ولكن بدون مقاييس ها هو فتح حساب عندنا بدون مقاييس نحن الحقيقة الوزارة وقفتنا عن شراء المقاييس الميكانيكية الآن التحول إلى المقاييس الذكي فلهذا المقاييس اللي بقت عندنا الآن عن شدة لبعض البيوت والبقية إن شاء الله مستمرين بربط المقاييس بالنسبة للتقصية اليوم مثلا طلعت علي قائمة أربعمائة ألف باستطاعتين نقصتها؟ نعم نحن الحقيقة يعني حتى عممنا على كل قطاعاتنا مساعدة المشترك اللي علينه مبالغ متراكمة لتقصية المبلغ وما راجعنا أي مراجع إذا ما قصتناه مبلغه لنعمل مقارنة بين شركة كار والخارج كار هل تجينا مثلا قوائم بشركة كار أشرين ألف وثلاثين ألف كذلك في المناطق الأخرى؟ نفس الشيء بالضبط ما قلت لك السبب الرئيسي هو يعتمد على الاستهلاك المشترك المشترك المفروض يحافظ على معدله خمسين واحدة باليوم هذا على السعر المدعوم اللي هو بعج دناني للوحدة يعني يصرف له ألف وخمسمائة واحدة يطلع له خمسة عشر ألف دينار ما زاد عن هذا رح ينحسب في خمسة عشرين دينار فيعتمد أكثر المبلغ المتحقق على استهلاك المشترك أخيرا بالنسبة للمناطق اللي نستطيع أن نستدد بها المبالغ مثلا في الجانب الأيمن والأيسر نحن عدنا مراكز جباية منتشرة في المدينة في الساحة الليلة الأيمن والأيسر بحدود الثمنطعش مركز جباية بأي مكان من حق المواطن أن يسدد أخيرا ماذا تقول لمن يتابعنا ويسمعنا؟ أنا الحقيقة يعني ما قد أدخل بشغلكم وإنما أنا ألاحظ أن أكون لغة كلش كبير ساء على موضوع قوائم كار شرحنا أكثر من مرة وقلت لهم أن السبب الرئيسي هو طول المدة والتجهيز كان عالي فلهذا أصبحت المبالغ المتحققة على المشتركين شوية عالية هل هناك فكرة أن نستمر بأحياء أخرى تكون من ضمن شركة كار وهل شركة كار يعني بادل تخطيط مالها وفرت لنا بعض الميقات؟ هو أكيد الحقيقة التعليمات من الوزارة إيقاف تسليم مناطق لشركة كار أما ميقات أكيد لأن المواطن حسب أنه حسب أنه قوائم عالية وحسب أنه كل شهر تجينا القائمة فأكيد عمل ترشيد فنحن صار عندنا نسبة ترشيد بحدود الخمسة وعشرين بالمئة في مناطق كار وفرت لنا طاقة نستخدمها بأحياء أخرى شكرا جزيلا المهندس وليد خالج تندالة يعني مسؤول قسم مبيعات الطاقة في دائرة توزيع كهرباء نينوة أنتم سمعتم ما تفضل به الأستاذ المهندس تبقى التعليقات نحن نتلقى التعليقات نسمع هذه التعليقات وتكون الإجابات إن شاء الله ودائما ننأكد على موضوع مهم ألا وهو ترشيد الكهرباء مع ترشيد الماء السلام عليكم